عندما يتعلق الأمر بالمسلمين فإن السلطات الفرنسية تسارع لتطبيق ما تسميه بالقانون عليهم فكل شيء يمارس ضد هذه الشريحة من المجتمع الفرنسي باسم القانون من التضييق وبث دعاية الكراهية وليس انتهاء بمحاولات شيطانة المسلمين لأهداف متعلقة بالمكاسب الانتخابية والمنافسات بين الأحزاب السياسية وبعضها لا سيما اليمينية منها ولأنه لا يوجد أفضل من القانون المشرعا لتحقيق تلك المآرب انبثق في الآوينة الأخيرة ما عرف بقانون مكافحة الانفصالية الإسلامية قبل أن يغير المشرعون اسمه إلى مبادئ تعزيز احترام القيم الجمهورية هذا القانون الذي تمت مناقشته بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إلقائه خطابه الشهير في تشرين الأول من العام الماضي وقال فيه إن الإسلام يعيش في أزمة يواجه رفضا شعبيا واسعا ليس من المسلمين فقط بل من باقي فئات المجتمع الفرنسي عندما عمت العديد من المدن الكبرى لسيما العاصمة باريس مسيرات مناهضة ليس للقانون فحسب وإنما لممارسات السلطات نفسها ضد المسلمين فقرات قانون مبادئ تعزيز احترام القيم الجمهورية تبيح فرض رقابة لصيقة على المساجد والجمعيات والمدارس التي تتبع للجاليات المسلمة بمعنى التضييق على نحو ستة ملايين مسلم الذين يشكلون نحو تسعة بالمئة من مجموع السكان كما تشمل فقرات القانون التضييق على تعليم الأطفال والالتزام بما تسمى القيم العلمانية ومنع المرضى من اختيار أطبائهم لاعتبارات الدين أو الجنس وتفاصيل أخرى ويؤكد محللون أن لا خلاف حول واجب الآئمة والدعاة في حث المسلمين على الالتزام بقوانين الدولة في البلدان التي لجأوا إليها كما أنه لا خلاف برأيهم على واجب السلطات المضيفة في تطبيق القانون على الجميع بالتساوي وليس اتباع سياسة الكيل بمكيالين والمفاضلة بين دين على حساب آخر